كبال تاريخي من حضراتك والله يعني كم إهداءات وكلمات بعتينها قبل رسائل لمحمد صلاح حاجة محترمة خلينا نبدأ بي نشوف الفنانين قالوا إيه ونكلم حليا وعالميا إيه رأيك نبدأ مع النجمة الجميلة نشوى مصطفى حتى طبعا صورة جميلة لمحمد صلاح وكتبت بتقول ابننا حبيبنا اللي مشرفنا ومفرحنا مو صلاح وفنان الجميل محمد جمعة برضو حطت صورة جميلة لمحمد صلاح بس بقى اختصر هو محمد جمعة قال لك إيه قال لك خلص الكلام الله في كده وقات كلمات تخلص لك الموقف خلينا نروح لقوسوس برضو حط صورته مع محمد صلاح وقال أسطورة وفخر العالم الله أكبر ربنا يزيدك كمان وكمان يا عالمي والتهامي بقى التهامي بقى يا جماعة مش أهلاوي عادي التهامي طبعا كان معنا هنا بس هو أهلاوي جدا هو كاتب ابن مصر وفخر العرب مالك الكورة في العالم ربنا يحفظك ويحميك يا صلاح يا حبيبنا لو رحنا شوية عالميا خلينا نروح لسكاي سبورتس ونشوف صلاح نفسه كان بيتكلم ازاي يعني في لقاءه بعد المباراة قال I think I'm trying always to give my best يعني بحاول دايما أن أنا أبزل أفضل شيء عندي فوردتيم للفريق to win which is the most important thing وده أهم حاجة يعني أن أنا أحاول أحرز أهداف أو أخلي الفريق أنه هو يفوز يعني ده كان أهم الكلمات اللي ألهم برح بعد المباراة فنت أليكساندر أرنود منزل نفسه صورة مع محمد صلاح وكتب the best in the world الأفضل في العالم والشامبينز ديج بقى شخصيا كتبت سؤال السؤال بيقول how good is محمد صلاح يعني إلى أي درجة محمد صلاح جاي فالإيجابات hits hat trick against Manchester United سجل تلت أهداف وبالتالي أصبح hat trick في مباراته أمام Manchester United scores for 10 consecutive game بيسجل أهداف في يعني عشر مباريات على التوالي 14 جول في هذه المباريات العشر نروح بقى لي حضراتكم نبدأ بأستاذ عمر السيح بيرد بيقول أسطورة يعني أبو الزوم أبو الزوم أبو الزوم بيقول هو ملك يا سادة وانتظروا الكثير بالمفاجآت فالفرعون المصري أصبح جاهز لسحر وإمتاع مشاهدين الله عليك شغل جميل قال يوات بيقول محمد صلاح رسالة كفاح ومصدر إلهام لكل شباب العالم بالتوفيق دايما يا فخر مصر والعرب ودير دافل بيقول أسطورة بمعنى الكلمة مصطفى فودة بيقول صباح الخير والسعادة يا أستاذ أنا هوند أنت يا أستاذ كريم منوارين قناة ندينة الحبيب محمد صلاح مالك الدوري الإنجليزي منذ حدث ذلك من خمس أعوام لن ينتهي ذلك إلا حينما تتوقف قدمه عن الرقد يا على السلام فيه أراضي الإنجليزة صلاح الأفضل في العالم وليد سعد بنعيش فرحة وسعادة وفخر مع ابن مصر الأسطوري أحسن لعب في الأرض بفدق كبير قوي بينه وبين أي لعب تاني في العالم ده مصطفى فودة برضو ماشي صباح الخير والسعادة لو نفس الكلمة الكلمة خلينا نروح لأستاذ محمود الإيبة جلسريني جديدة بالتوفيق والنجاح إن شاء الله دائما وأستاذ أحمد الحناوي الأفضل في العالم مصطفى فودة مسكتش والله مصطفى فودة مسكتش يقول محمد صلاح بيعمل كل حاجة هو أفضل لعب في العالم حاليا بلا منازع ولا منافس وحيحقق البلان دور يوماً ما بإذن الله رامي القليبي عالمي هو من ناحية عالبي في عربي أحمد سالم صباح الخير والسعادة أستاذة نهوان دينكي والأستاذ كريم من أوريق قناة ندين الحبيب محمد صلاح ملك الدوري الإنجليزي منذ حدث ذلك من خمسة عوام لتقريب نفس الكلام محمد صرحان الملك المصري فخر مصر الحديثة محمد صلاح نموذج مصري حديث نفخر به ويفخر معنا العالم بأكمل حلوة جملة دي محمد أحمد ربنا يحميك ويوفقك سوبر مو صلاح مصطفى السيد صباح الخير أقول لفخر مصر والعالم العربي أسعدتنا ورفعت رأسنا ورأس مصر أتمنى لك التوفيق دايما من أجل حصد لقب الكرة الدهبية لأفضل لاعب في العالم ومحمد خلوق يقول النجاح ما بيجيش من فراغ عجباني بقى قوي جملة دي بتاعت أستاذ محمد النجاح ما بيجيش من فراغ انت لخصت قصة نجاح ومشوار طويل حصلت كلنا يعني بنشهد عنها يعني في خمس سنين كمان نقلة فظيعة من نجاح لنجاح دايما والله يا مو خلينا نروح لفريدة هو بقى مشاركة نسائية فريدة علي نحن نملك فنان مثال محمد صلاح إذن نحن على قمة العالم بدون منافس وبإذن الله الكرة الذهبية مصرية عن جدارة واستحقاق موسى صلاح يا ريت سعودي إسماعيل بيقول استمر يا أبو صلاح ودايما مفرحنا بإذن الله أفضل لاعب في العالم رشاد محمد شاكر صباح وفل وياسمين لكريم ونهوان بالتوفيق موسى صلاح وإن شاء الله أفضل لاعب في العالم كلها الذهبية من نصيبك يعني هو بصراحة الوقت بيجري يا كريم بس لست قوي معه يعني للأسف للأسف الشديد دلوقت بتاع الحلقة كلها خلصت فنشكركم على المشاركة دي ومرة تانية مبروك علينا جميعا وبس حلو كده حلو كده دارك الله في برد نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة وعشوصة بالإعجابة صباحكم